هنا مصدر عسكري عراقي انطلاق عمليات تحرير قضاء راوة من احتلال تنظيم داعش وقالت العمليات المشتركة ان القوات تنفذ عملية نوعية واسعة لتمشيط وتفتيش كافة المناطق من الانبار باتجاه قضاء الرطبة الذي يضم المعبر الحدودي مع الاردن ومن الرطبة وصولا الى حدود محافظة كربلاء جنوب غرب محافظة الانبار المزيد في تقرير التالي لكل بداية نهاية ولكل نهاية بداية حكاية لاول مرة منذ اعوام يقترب الجيش العراقي اكثر من اي وقت مضى من طي الصفحة الاخيرة لداعش في العراق معلنا انتهاء حصار طال امده ومبشرا بانتهاء حقبة التنظيم وقائع ميدانية تؤكد ان الحرب على داعش دخلت منعطفا حدا وحسما بعد وصولها الى مناطق استراتيجية في وادي الفرات على الحدود السورية العراقية وهي مناطق شكلت شريانا ومتنفسا حيويا سنحت لمقاتليه بالتنقل الحر بين البلدين حسب تطورات المعارك ثلث مساحة العراق ومدن كبيرة في سوريا سنة 2014 كانت حصيلة الاراضي التي احتلها داعش وبعد طرده هذا العام المعقليه الرئيسين الموصل في العراق والرقة في سوريا تراجع الى جيب صحراوي اخذ في الانكماش على جانبي حدود البلدين وينتهي به المطاف مطاردا في بلدات صغيرة ومناطق متفرقة في الصحراء تطورات المعركة خلال الاسبوع الاخير كانت لافتة وسريعة الحرب الضروس التي اطلقها الجيش العراقي ضد التنظيم اتت اكلها واسهمت في طرده من اهم معاقله في العراق اخرها تحرير قضاء القائم ومعبر حصيب الحدود المتصل بمدينة بوكمال من الجهة السورية ذات الاهمية الاستراتيجية وبعد هذا التحرير اتجهت انظار الجيش صوب قضاء راوة الذي يفصله عن القائم نهر الفرات واستهل عملياته بتحرير منطقة راوة القديمة في حين تنفذ القوات المشتركة عملية نوعية واسعة لتمشيط وتفتيش كافة المناطق في الانبار باتجاه قضاء الرطبة الذي يضم المعبر الحدودية مع الاردن ومن الرطبة وصولا الى حدود محافظة كربلاء التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اكد ان التنظيم دخل مرحلة لا عودة اذ يسوده حالة من التخبط والارتباك توالي الهزائم دفع مسلحه الى الفرار الى الصحراء والاختباء هناك في محاولة للتحول من جديد الى جماعة متمردة اجتداد واتيرة المعارك في منطقة ودي الفرات الحدودية يعجل من تسارع انهيار التنظيم وقدرته العسكرية حلم ما يعرف بالدولة الكبرى في العراق والشام سقط على حدود الدولتين فاصبح على اثرها مقاتلو التنظيم على طريق الحدود تحت افق المسدود